أستاذ علام الدين ما رأيك في هذه النقطة التي يتحدث عنها ضيفي بأن الدعم السريع دائما ملتزم بالشكل البشرق هكذا هو سماه ومحاولة إدخال المساعدات على الأقل في جنيف البعض قد يقول بأن الدعم السريع التزم بنقاط تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وهو ما لم يصدر في بيان الوفد المفاوض من الجيش مثلا نعم مشكلة الدعم السريع أنه لا يتحدث بلسان واحد وليس لديه قطاب موحد في التعامل مع قضايا التفاوض والحوار على أي حال في أي منمر من المنابل هناك إشكاليات كبيرة اعتردت المشهد العام لدى الدعم السريع وطريقة تعامله مع الأحداث على الأرض هم يتحدثون عن أنهم يحملون المواطن يحاولون إدخال المساعدات على الأقل للدعم السريع قال في بيان أنه سيلتزم بإدخال المساعدات هذا لم يتضمنه بيان الوفد المفاوض من قبل الجيش نعم هي المشكلة ليست في الحديث عن إيصال المساعدات المشكلة في الواقع على الأرض هناك إشكاليات كبيرة جدا الدعم السريع يعني الشعب السوداني لا يطالب الدعم السريع والجيش بالبيانات والحديث المؤتمرات الصحفية فقط على الأرض وعلى الميدان الآن هناك إشكاليات كبيرة جدا الدعم السريع ليس لديه قيادة موحدة هناك تفلتات تصاحب هذا الأمر الجميع يعلمون أن الدعم السريع الآن في مناطق انتشاري في ولاية الجزيرة في ولاية الخرطوم في غيرها لا يسمح لأي شيء ناهيك عن منظمات أو غيرها بالمرور لتخفيف العباء الإنساني على المواطنين الحديث في واجهات الإعلام والمؤتمرات الصحفية أو البيانات التي تصدر عقب المحادثات في جنيف أو في غيرها لا يعني أن الحديث يتطابق مع الواقع هناك إشكاليات كبيرة في إدارة الدعم السريع ما الحديث من قبل الجيش قبل أن أسألك إذا كان يتطابق مع الواقع أم لا فيما يتعلق بما حدث في جنيف على مدار أسبوع عذرا لم أفهم السؤال ما الذي حدث في جنيف يعني ما الذي اتفق عليه الوسطاء في جنيف أتحدث هنا عن الجيش قبل أن أسألك إذا كان يتطابق ما وعد به الجيش في محادثات جنيف أنه سيطبق على الأرض أو لا ما الذي طرحه الجيش نعم الذي طرحه الجيش هو ما تحدث عنه المبعوثة الخاص للأمين العام للون المتحدة سيد رمطان العمامرة عن أن هناك تقدم في عملية التفاوض في جنيف بين الدعم السريع والجيش وبالتالي عدم خروج الجيش بأي بيان أو مطمر صحفي يعني أن العملية مستمرة عملية التفاوض عملية الحوار حول فتح الممرات والمساعدات الإنسانية ما شكل هذا التقدم تقول في تقدم حدث في جنيف هذا التقدم عبر عنه سيد رمطان العمامرة الذي تحدث إلى الرئيس مجلس السيادة وتحدث كذلك لوزائي الإعلام عن تقدم في المفاوضات في تقدم حدث تقارب في ملف المساعدات الإنسانية وحدثت دعيني أقول رؤية مشتركة لضرورة إيصاد المساعدات هناك تحديات على الأرض تبحث عنها قوات الدعم السريع ويبحث عنها الجيش والدولة السودانية بالضرورة هناك تحديات الآن متمثلة في شبح مجاعة وشيك حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع هو نفسه يبحث للذين يتواجدون في مناطق سيطرته عن بعض المقاومات للاستمرار الحياة في مناطق واسعة جدا من السودان وبالتالي لا بد أن يكون هناك تقارب في وجه هذا النظر من هذه الزاوية وإلا أن يكون الأمر أشبح بالإبادة التامة لشعب السوداني